موسيقى إذن وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين ثم بدى لهم شكوناهم ما بدى لهم اللي ظهر لهم عندنا عزيز مصر ومرطو وممكن نقوله حتى نسوة المدينة حيث بمعنى هذو بتلاتة عندهم مصلحة في السجن ديال يوسف عليه السلام شنية المصلحة ديال نسوة المدينة حيث تاوما ما استجبلهم شا يوسف عليه السلام هما وزوجات عزيز مصر بمعنى باش يحافظوا على الكرامة ديالهم وهذا الفكرة أو هاد شو هاللي وقعوا فيها أنها تنسى هاد الفضيحة اللي وقعوا فيها أنها تنسى أن القيمة أو أن الاستفادة الأخرى ديال عزيز مصر أنه بيبعد واحد الراجل ممكن في أي وقت ممكن يوقع في الزينة مع الزوجة دياله وكذلك باش يحافظ نتة على العارض دياله من ناحية الوقع ديال يوسف الزينة مع زوجات عزيز مصر وكذلك باش تهد الهدرة ما بقيش تنتاشر في المدينة اقترب ما هي تنشرات في المدينة إذا تقولين الله سبحانه وتعالى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآية من بعد ما لاحظوا أن يوسف عليه السلام ما بغاش يستجبلهم نسوة المدينة وزوجة عزيز مصر من لاحظوا أن يوسف عليه السلام ما بغاش يستجبلهم أشنو قرروا أنهم يدخلوا للحبس ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآية لا يسجننه حتى حين حتى تنسى هاد الفكرة وتنسى هاد الفضيحة اللي فضحو مع يوسف عليه السلام حتى حين ودخل معه السجنة فتيانة هادك الوقتة اللي بيدخلوا اللي بيدخلوا يوسف للسجن ظلما وعدوانا بطبيعة الحال ادخل معه في هادك الوقتة جوج ديال الرجال ادخل ساقي ودخل الخباز بجوجهم متاه منهم في أش في محاولة تسميم المالك المالك بمعنى عندنا جوج ديال المولوك بركاتة نهضروه على المالك الأول اللي هو المالك البوات هاد المالك الأب كان مود من خمر وكان مني تيبغوا يجيبوا ليه الماكلة بيرير شو حدي اللي تيدقوا هادك الماكلة تيدقوا الماكلة وتيخليهم واحد شوية موقع لك والو ما تسممتش ممتش اها دخلوا الماكلة اللي مالك واحد لو قطة هادك الماكلة اكتشفوا أنها مسمومة فيها سم ممكن أن واحد من ذوك الناس اللي تيدقوا هو اللي تسمم ومات كلا شوية ديال الخبز كلا شوية ديال شرب شوية ديال شرب مات ما عرفوش باش مات هادك الرجل ولكن قالوا را واحد فيهم هو اللي تي اللي حاول أنهو يسمم المالك هي اما الخبز يا اما الساقي اشن ديروا دروك حتى متأكدوش كل فيهم اللي تي حاول يسمم المالك دخلوهم بجوجهم للحبس ودخل معه السجنة فتيان دخلو جوجهم جوج ديال هادك فتيان بجوجهم دخلو للحبس فهادك لوقيته باش دخلت زوجة عزيز مصر وزوجة هذه السيدة التي تراود يوسف عن نفسي دخلو للحبس يعني عزيز مصر وزوجته بجوجهم دخلو يوسف للحبس هادك لوقيته دخلو جوج ودخل معه السجنة فتيان دخلو ووحد لوقيته يوسف عليه السلام كانت تتعامل مع المساجين كلهم مزيان وضريف معهم ووتيتتتعامل معهم مزيان دخلو شعلا شلي قالوا هاد سيدرا دريف هاد سيدرا محسن هادوك جوج هادوك الفتيان واحد اللي لا تنسوا وتيشوفوا رؤيا قال أحدهما منين شافوا ذيك الرؤية كل واحد شوفوا ذيك الرؤية الصباح منين شافوا ذيك الرؤية شاول عندي يوسف قالوا ليه يوسف انت يا الله ربما يقدر يكون عندك معلومات وتتبلي نظرية وشوفي لا عرفتي المعنى ديال هاد الرؤية الرؤيتين قال أحدهما ليوسف إني أراني أعصر خمرا تنشوف راستا قد شراب وقال الآخر أو خمرا ممكن قلوا أعصر خمرا بمعنى تقد أشت قد العاصر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وهم يقولوا له قالوا له نبئنا بتأويله تأويله شكونا هو هادك تأويله بمعنى تأويله الرؤية ديالي أنا وتأويله الرؤية ديال هاد الأخر تهو نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين تتبع لنا أنت يا ضريف لا عمرها ضارو ولا ربما عندك شوية ديال المعلومات باش يأكد لهم يوسف عليه السلام هاد شوكوك دياله أنه راه نت من المحسنين وعندو معنوماتهم قال لهم قبل من بعد ذلك قبل من شرح لكم الرؤية ديالكم وجوشكم أنا هضروف رحض الموضوع آخر أش نومة قال لهم يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام باش نأكد لكم أنه نيران أنا من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما قبل ما يجيبوا لنا مثلا الفطور عادينا عادينا قول لكم الفطور أش لي فيه هال لي في الفطور وهال لي فيه وهال لي فيه من يتجيبوا لهم الفطور تلقوا بكش لي قال لهم يوسف هو هادك الغداء هال لي بوي يجيبوا لنا هال لي بوي يجيبوا لنا هال لي بوي يجيبوا لنا تجيبوا لهم الغداء ذاك الشي اللي قال لهم يوسف هو هادك في الغداء الضرجة أنهم بيبدوتي يشكوا باش عارفتي كيفاش تتدير لهذا الشي قبل ما يسولوا ويقولوا لي كيفاش درتي لهذا الشي كيفاش تتعرف هذا الشي أش قال لهم يوسف عليه السلام قال لهم دالكما مما علمني ربه ذاك الشي اللي علمني الله سبحانه وتعالى علمني الإله ديالي ورخصكم أشت أمنوا بالإله ديالي عندي قاعدنا دروكا وريت لكم معجيزة دروكا واحد معجيزة سمية وليتا نقول لكم أمور ديال الغيب قبل ما توقع وأمور ديال الغيب وش هو واللي عرفها اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي كان توحيها له وقت حاول دروكا يوسف عليه السلام يقنع ذلك السجينين بتوحي الله سبحانه وتعالى قال لهم ذلكما مما علمني الإله ديالي الله سبحانه وتعالى قال لكم مما علمني ربي وقبل ما يقولوا ليه وعلش اللي انتهبوا خصوص علش مشي واحد أخر قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إني تركت ملة قوم شكوناهم هاد القوم اللي يوسف تركهم خلاهم ما تقولوش ليالإخوة حترا الإخوة هم اللي خلوا يوسف مشي يوسف هو اللي خلاهم هنا رأت تقول يوسف إني تركت أنا تركت أما الإخوة هم ما اللي تخلوا عليهم ما اللي تركوه إذن هنا يا وزيد لا يؤت تقول لنا يوسف عليه السلام إني تركت ملة وحد وحد الديانة ديال وحد القوم لا يؤمنون بالله وش لإخوة ديالي يوسف لا يؤمنون بالله رأت تأمن بالله ربهم نبي إذن على من تهضر هنا يوسف عليه السلام تهضر على زوجة عزيز مصر وعلى زوج ديالها وعلى نسوة المدينة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون هما ما عارفين ش بالمرض في اليوم الآخرة ما شك ما عارفين تكذبوا تكفروا عرفتش ما هي كفرة كفرة بمعنى أخفى الشيء في الأرض كفرت البذور في الأرض بمعنى أخفيتها في الأرض هما تخفيوا وتنكروا هاد المسألة ديالت اليوم الآخر أن وراء الله سبحانه وتعالى رأى عادي بعتنا في القبور وعادي عادي حاسبنا إني طاركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إيوى أشدرتي يا يوسف واتبعت ملة آبائي تبعت الملة هناليا تنهضروا على لاتباع للأمور الحقة نفهم بمعنى التقليد في الأمور الحقة ما تنهضروا هناليا على تقليد الأعمى أن الإنسان تهي تقليد ما تعرف الحاجة والزوينة واللخبة لا فنضروا هنا على التقليد والأمور زوينة تقول لنا يوسف عليه السلام إني طاركت ملة قوم لا يؤمنون بله وهم بالآخرة هم كافرون والتباة تباة ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عقلين قلت لكم تحفظوا سلسلة آباء يوسف عليه السلام وكنت قلنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إذن ها هي الآية تتأكدها لنا تقول لنا الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف بمعنى أن يوسف هو اللي تهضر قال لك واتبعت ملة آبائي إبراهيم لوالكبير جد الأكبر وإسحاق لوولدو ويعقوب لوولبت يوسف ويوسف إسحاق ويعقوب ما كان لنا إحنا أنبياء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما khas 9 شركوا بالله إحنا أنبياء ما خas 9 شركوا بالله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء هذا السسنا يوسف بن عقوب بن إسحق بن إبراهيم هذا فضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى داروا لينا وعلى الناس هشنا هو الفضل كبير دي الله سبحانه وتعالى للي على الناس أنه بعت لهم هذا الرسل وهذا الأنبياء باش يوريوا لهم طريق ديال الجنة وبالتالي رخصنا حيث هنا في الأخر ديال الآية تقول لنا الله سبحانه وتعالى تقول يوسف ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما تشكروش وبالتالي انت انت آخر مرة قلت الحمد لله على نعمة الإسلام تنحمدك يا صدربي حيث وريتي لي الصراط المستقيم صراط اللي عديت الديني للجنة انت آخر مرة قلت ياه أخ سكت بقيتها تقولها في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيام في محياكم براءات السنين في حبكم في كل قلب كالهرم الس واحفظوا الديني للغاية وهانتم كتلاحظوا تقول لنا يوسف عليه السلام ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما تشكروش تقول لنا الله سبحانه وتعالى أن يوسف قل هدوك السجينين ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما تشكروش حاولت بدو تشكروا تشكروا الله سبحانه وتعالى أنه جعلكم من الأمة دير محمد صلى الله وسلم أحسن الأنبياء ونشكروا الله سبحانه وتعالى على أنه أعطى لنا أحسن دين لود الإسلام ونشكروا الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا أحسن ناس وأخيرهم أحسن أمة تقول لنا الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بأش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن هنا سجينين أو مصافي يفهموا أن الإله دي يوسف عليه السلام رهو الحق بيأكد لهم مازال يوسف عليه السلام أشي يقول لهم قال لهم يا صاحبي السجن أصحابي في السجن أأرباب المتفرقون أنا خير أم الله الواحد القهار أنتم من بعد ما شفتوا المعجزات دي الله سبحانه وتعالى لي نشوف لكم واحد منطق آخر أم أحسن أنتم وحدوا على إله واحد ما تكون مخصمة بنتنا ولا كل واحد تعبد تعبد صانم ماشي آليها حيث الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل من حجة ولا برهان على أنهم هذوك آليها هذوك ماشي آليها هذوك الأصنم ماشي آليها وتقول لنا الله سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة تبعث الناس وتبعث ذوك الناس اللي يكونوا تأمنوا بشي صانم وتجيب ذوك الأصنم تجيبهم لهم قدامهم هذو تقول لهم الله سبحانه وتعالى هذو هما الأليها ديالكم يلا قلوا لي هم يمنعوكم من أنني أنا ما ندخلكم شجاهنا تبدأ وتطلبوا وتطلبوا أشي يطلبوا الحجر تطلبوا الحجر ما تسمعوا شليهم وترميهم الله سبحانه وتعالى وهم والأليها ديالهم والأصنم ديالهم والحجارة ترميهم في أش في النار ذاك شعلش الله سبحانه وتعالى تقول لنا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودوا الناس والحجارة الناس والحجارة الناس على شحد كفار والحجارة عشنا هم boost حجارة ذوك الأصنم اللي كانوا تعبدوا تقول لنا الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون حصبوا جهنم حصب بمعنى كيف يلاقينا حطب؟ الحطب جهنم أنتم لها واردون بتدخلوا لها أنتم مولئ لها ديالكم إذن تقول لنا الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن تقول الأصحاب دياله يا أصحابي في السجن بمعنى الحاجة التي تجمعني بكم هو هذا السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار الواحد القهار في قهار كل شيء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم ليسميتوها إلا أسماء سميتموها أنتم مش أنتم لآباء ديالكم وأنتم تبعتم تقليل لآن إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من حجة ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم الأفضل والحسن ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بزردية الناس ما عارفين شهاد الحقيقة الناس اللي كانوا خالجها السجن ما فرصهم شهاد الحقيقة أن أش أن الله سبحانه وتعالى هو الأفضل أنتم لأصدقائي في السجن عرفتوا هذه القضية أي إيوه عملوا بها إيوه ديروا بها واعترقوا عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيف معنى أخر أن الناس ما تعرفوش أن الحكم فهذه الأرض كله ره الله سبحانه وتعالى إذن من بعد ما هاد الأصدقاء دي يوسف في السجن ما سمعوا هاد شكول أشدروا وحده الله سبحانه وتعالى ولو اعترفوا بالله سبحانه وتعالى هادوك السجيني وحده الله سبحانه وتعالى وخحت فيهم دك دك الخباز ويموت على الأقل مات وهو تيوحد الله سبحانه وتعالى آمن بالله سبحانه وتعالى وماتوا هو فرحان هيتبع دك الله سبحانه وتعالى عرفوا الحق قبل ما يموت وآمن بالله سبحانه وتعالى قبل ما ييموت وخحت تتبتت عليه الجريمة أنه هو رها واللي حاول أنه الخباز واللي حاول أنه يقتل المالك وصربوه باش يقتله وقتله ولكن مت وهو على التوحيد وفرحان موسيقى في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيام في محياكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم تقول لنا الله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام تقول لأصحاب دياله في السجن تقول لهم يا صاحبي السجن إذن بيشرح لهم الرؤية ديالهم قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يسقي ربه خمرا بمعنى عادي يرجع الخدمة دياله وعادي يخرج من السجن براءة وعادي يرجع الخدمة دياله يعني هنا أعلى من تهضر يوسف عليه السلام هنا تهضر يوسف عليه السلام على الساقي اللي عادي يخرج براءة عادي تثبيت البراءة دياله وعادي يخرج وعادي يرجع الخدمته وعادي يرجع الخدمته اللي هي يسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه إذا الأخر اللي هو الخباز هو اللي درسم الملك فيصلب عادي تصلب وتأكل الطير من رأسه قبل ما يطلبوه هو يقولوا لي عافك عافك قبل ما يطلبوه هادك الخباز هو يقول لي عافك بدل يا القدر ديالي ما بغيتوش يوقع لي هكذا ما بغيتش نموت قال لي أم يوسف عليه السلام قضي الأمره الذي فيه تستفتي صافي بصفة نهائية هادش اللي عادي يوقع انتا عادي تخرج براءة وانتا يا أش انتا يا عادي تصلب وعادي يبدو تياكلو لك تورم اللحم ديال الرأس دياله إذا ذاك شعلش لي يوسف عليه السلام ما سبقش ليهم شرح ديال الرؤية ديالهم جوجهم حيتي لا فتتسبق لهم رؤية ديالهم بجوجهم عادي تصدموا بجوجهم هادك عادي تصدم حيث تتبتن ليه البراءة دياله وهذاك عادي تصدم حيث عادي يموت ذاك الشي على سبق لهم يوسف عليه السلام أول حاجة الدعوة لله سبحانه وتعالى وكي بقيت لكم جوجهم اعتارقوا ديانة توحيد وهنا يا صافي تي سلموا و تي آمنوا بالقضاء والقدر قال لهم يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تستفتيان بمعنى تسألان تتسولوا وقال يوسف وقال للذي ظنى ظنى هنا بمعنى تأكده وتيقن يوسف عليه السلام أنه ناج منهما يعني أعلم أنت تتخضر الآية هنا تتخضر الآية هنا على الساقي اللي عادي خرج براء وقال للذي ظنى أنه ناج منهما أذكرني عند ربك قل الملك أنا ردخلت للحبس هي ظلما وعدوانا أذكرني عند ربك ولكن هذا الساقي نسى الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين لبت بمعنى بقي يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين بضع بمعنى من ثلاثة على عشرة هذا هو البضع وبعد الموفسر يقول لك بقى سبع سنين في السجن فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إذن هنا يبت جنين الأسباب ديال خروج يوسف عليه السلام ببت بدأ تجهي الأسباب بشي خروج يوسف عليه السلام وقال الملك إني أرى سبع بقرة سيمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلة خضر وأخر يابست بمعنى أن الملك رأى شاف جوج ديال الرؤية الرؤية اللولة شاف سبع بقرة سيمان يأكلهن سبع عجاب يعني سبع ديال البقرة سمانة غلاضة تيأكلهم شكون تيأكلهم سبع ديال البقرة أرقيقة نحيفات هزيلات هذه الرؤية اللولة والرؤية الثانية أشقل لنا الملك قال وسبعة صنبلة الخضرين وأخر يابست تشوف سبع ديال السنابل خضرين أزوين فرح بهم شوية حتتي يجيوا لهم واحد سبع ديال السنابل ناشفين ويابسين وتضوروا بهذا كل السنبلات اللي اللي تامرين وتولي كل شي أش كل شي تمشي مع مهب بالريح وكل شي يرجع الجافاف والقحط وهو يقول لما لك ذيك الحاشية دياله ذوك الوزراء وذوك قال لهم أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون تعبرون بمعنى تفسرون إذن عود لكم أشقى الملك وقال الملك إني أرى سبعة بقرة سمان يأكلهن سبع نجاك وسبع سنبلة خضرين وأخر يابست يا أيها الملأ افتوني في رؤياي افتوني بمعنى اشرحوا لرؤياي أجيبوني بتفسير لرؤياي افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون بمعنى تفسرون أشقلوا له هادوك الوزراء وهدوك الحكام دياله قالوا أضغط أحلام أضغط أحلام بمعنى خليط من الحلم هذا الخليط من الحلم أضغط أحلام خليط من الحلم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين نحن الأحلام ما تنعرفش لهم إذا نوصلنا لأن المالك المالك لإبن ماشي المالك لأب حيث المالك لأب مات مالك لإبن ضروكة شف واحد الرؤيا وشفنا أنه ذوك جوج ديال الرؤيا اللي شاف بقرة سبعة ديال بقرات هزيلات نحيفات يكلوا سبعة ديال بقرات سمان وسبعة ديال سنبلات خضرين وأخروا يابسات إذن وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمه بمعنى من بعد دم المالك عود الرؤيتين دياله هذيك الحاشية دياله الوزراء دياله المستشارين دياله تا واحد ما عرف المعنى ديال هذيك الرؤيتين لك شعلش ذات اللي ساقي اللي نجا من هذوك الجج يعني الساقي اللي قال لي يوسف عليه السلام أنك را عادي تخرج باراء أو عادي ترجع أو تطريب خدمتك هنا تفكر هو يقول للمالك وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمه بعد أمه بمعنى بعد مدة من الزمن بعد أمه أنا ونبئكم بتأويله فأرسلوني يعني صفتوني أنا ورا عادي نجيب لكم بسير ديال هذي الرؤية ديالك المالك فين بيت نرسلك المهم ترسوليني بمعنى أن نرى ما شيء أنا اللي تعمل بسير واحدة أخر ولي تعمل بسير خصني نمشيل عنده فأرسلون مشاه هذا كساقي لمن لعند من مشاه لعند يوسف عليه السلام في السجن وهو يجيل عنده قال لي يوسف أيها الصدق يوسف اللي مجرد بناشع اللي هي القدوم اللي ثم قال لي نشي معلومة تصدق صحيحة يوسف أيها الصدق أفتنا بمعنى أخبرنا وشرح لنا أفتنا وأجبنا أفتنا في سبع بقرات سيمان يأكلهن سبع إيجاب وسبع سنبولة خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يعني نرجع لعند المالك يكونوا حاشية ديلو ويكونوا زي ما كن فهموا تفسير ديل هاد الرؤية ديلك المالك قال تزرعونا أش قال لهم يوسف عليه السلام شوفوا التواضع ديل يوسف عليه السلام وصفاء ديل القلب والنفس ديل يوسف عليه السلام درجات ماشي قال لهم ما نشرح لكم وما نفسر لكم رؤية حتى تخرجوني من سجن لا أش اللي قال لهم مباشرة نعطى لهم المعلومة قال لهم تزرعون سبع سنين دابا بمعنى دوك سبعات البقرات والغلاضات ودوك سبع ديال سنبولة الخضرين التامرين بتعني سبع سنين ديل أش ديل الخيرات قعل تزرعون سبع سنين دأبا دأبا بمعنى متتالية كل عام فهذه السبع سنين بدت بدو تتزرعوه وأش بدت بدو تتزرعوه تزرعوه لأن الأمد في حياة ساتطول لا تيخسر شي طغية القمح الحبوب لا تخسر شي طغية لا يشبه، في الحال kuin الفواكه والخضار الفواكه والخضار دغيات تخسروا دغيات أما بنسبة لحبوب طيب تتطول الأمد الحياة ديالها وديال بقاءة صالحة للأكل لا تتفسدش قال تزرعون سبعة سنين دأباً متتالية دأباً متتالية فما حصدتم فذروه بمعنى أتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون وقال لهم دكش اللي حصطوا عندنا هذي هو السنبلة بتتقطعوها من الساق من الساق بي تقطع وبتتخليوا ديك الحبة ديال القمح بتتخليوا ديك الحبة في السنبلة ديالها وشوفوش حال هذي دركها من عام وتبتوها تبطع ديال الزرعة مؤخرا أن هذيك الحبة ديال القمح إلا خليتها في الغشاء ديالها وخليتها في السنبلة ديالها تطول أمد لحياة ديالها مش بحال إلا حييتها من الغشاء ديالها وحييتها من السنبلة إلا حييت ديك الحبة من الغشاء ديالها ومن السنبلة تتولي قابلة للإنبات بمعنى بغياء يجيلي هش شوية ديال دا ولا شوية ديال ما تتخرج النباتة ديالها ولفت تخرجت من البتة ديالها صفهم بقت صالحة للأكل إذا أنت يقول لهم فما حصدتهم فذروه فطركوه في صنبله يخلوه في صنبل دياله إلا قليلا مما تأكلون إلا بك شوية اللي انتموا بدون تأكلوا هذك رابطت حي دي الحب من الغيشة ديال ها بدون طهنهم باش تأكلوا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد بمعنى سبسني ديال جفاف يأكلنا ما قدمتم لهن ذك شو اللي قدمتم وجدتوا لهذا سبع سنين ديال جفاف من سنوات ديال الخيرات هي اللي بتأكلوا بمعنى رمع ديزا ديك سبع سنين حتى تأكل لكم هذك شو اللي ما كنتم وجدين يأكلنا ما قدمتم لهن تأكلوا ذك شو اللي كنتم وجدوا في ذك سنوات ديال الخيرات ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون تحصنون بمعنى توفرون وتدخرون إذن تحصنون بمعنى توفرون وتدخرون ومن هذه تنولوا وتنفهموا أن يوسف عليه السلام تدعيهم لأش توسط والاعتدال في استغلال خيرات الأرض يعني توسط والاعتدال في استغلال القبح مش يتقولوا بالمرأة بتتاكلوا تخمة بتتاكلوا تتشبو لا تتاكلوا القياس ديالكم وتتوفروا باش ممكن من بعدما تدوز هذي سبع سنين ديالجافاف تكون بقي عندكم القمح يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام واحد لعب يعني العام اللي بيجي من بعد ذلك سبع سنين ديالجافاف راب يكون فيها شتا بين حيث هو قال لهم رأى سبع سنين شداد ومن بعد ذلك العام اللي بيجي من بعده راب يكون فيه شتا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يغاث بمعنى استعر وفيه يعصر بمعنى تكون الوفرة ديال الفواكه وديال الخضار وديال القمح لدرجة أنهم تخبيوا مازال ذو كالفواكه ولكن كيف ردوهم؟ ردوهم عاصر درجة ديال وفرة ديال الفواكه ودرجة الوفرة ديال طعب درجة أن الفواكه تقدو عاصر وتخبيها اشتركوا في القناة 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 اللي انتم مخبين عليها ما خطبكنا بمعنى ما بالكنا وما مصيبتكنا وما مشكلتكنا ما خطبكنا اذ راوتتنا يوسف عن نفسه تتقولوا ان يوسف روت التحرش بكم ودخلته للسجن وسمعت انكم تمتت تتحرشوا به ما خطبكنا اذ راوتتنا يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما عنمنا عليه من سوء حاشا لله ما امرنا ما شبنا فيه شي حاجة خيبة بمعنى ان الدخول دياله للسجن بتهمة التحرش بتهمة محاولة اغتصاب النساء ارا هاديك هير تهمة ملفق عليه ارا هير ضلما وعدوانا مخل السجن عدا اول مقصود ديالنسوة المدينة من ان قالوا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز هنا يا امرأة العزيز شاب رسا انها صافي ازمات الازمة الاول الاولى ان الزوج ديالها مبقاش للتعامل معها منين قال لها والسافري لذنبك انك كنت من الخاطئين من هذك لوقتها صافي الاسرة ضمرتها مبقاش الاسرة مزيانة وكاينة في وحدة وكاينة في صدق وكاينة لا صافي خرجت على الاسرة ديالها والمسألة التانية ان الملك دركها صفرة والتي تحرى وعارف انه عادي يوصل الحقيقة عادي يوصل لها اللهم انها تعطار قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق الان سيظهر الحق حصحصه بمعنى ظهره وسيظهر الحق انا راوته قتله انا راوته طرفت انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين بمعنى الكلام دياله راه صادق انه ادخل السجن ظلما وعدوانا وانه انه لمن الصادقين ذلك ليعلم هذك ذلك ليعلم هنا تتقصد زوجة عزيز مصر جوج ديال الرجال الرجل الاول اللي هو الزوج ديالها تتقول ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب بمعنى راوت موقع تشف الزنا مع يوسف هذا معنى اول والمعنى التاني وهو ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب بمعنى يوسف بشي عرف انه نرى صدقت القول وانه نرى ما قلتش هذرا اللي ماشي ذكرت الحقيقة ده ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين ولا تتعرف زوجة عزيز مصر الله ولت الهضرات ديتها ولت فيها تواضع ول فيها انكسار ول فيها ايمان بالله سبحانه وتعالى مني جابت هذا شي كله جابت من لينكسار ليقطع ليها من انها انها تشوهت اول حاجة ومسألة التانية ان الزوج ديالها صافي مبقش حملها والمسألة التالتة انها بدت انها شافت من امتى وهي تشوف معجزات معجزات تبع الاخرات تبع الاخرات تبع الاخرات احتولت امنت بالله سبحانه وتعالى وان الله لا يهدي كيد الخائنين هي تقول له في الخر وما ابرئ نفسي النفس ديالي متى نقول لكم شرها بريئة وانا رهزوينة وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء النفس لا تتأمر بالسوء ولكن لا تتأمر بالسوء لا تتأمر بالسوء لا تتأمر بالسوء وقالت له في الخر وقالت له في الخر ان ربي غفور رحيم وراح يسمح لي على هذا الدن اللي انا ارتكبته وكيف قلت لكم انها رولت موحدة من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من اشراقة الفكري تضيء معالم غراء ملء السمع والبصري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا